أصحاب البصائر تقدم مواعد الدكتيلوغرافية إعداد وتقديم الأستاذ نبيل المعروفي الحلقة الثالثة لوحة المفاتيح وقواعد الدكتيلوغرافية إذن أقول لكم بأن قارئ الشاشة يمكننا استعمال حاسوب عن طريق لوحة المفاتيح استعمال المفاتيح السريعة لغاكوكسي كلافي وبالتالي سنكونوا متمكنين من استعمال لوحة المفاتيح إذن لكي نستعملها جيدا يمكننا استعمال قواعد الدكتيلوغرافية 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 اللي نستعملوهم باش نعرفوا كيفاش نحطوه يدينا في الكلافيير والقاو الحروف اللي بغينا من القواعد ممكن تبقى لكم صعيبة في الأول ولكن إلا مرسوها وغت مراحضوا بأننا غتكتسبوا واحدة سرعة كبيرة في استعمال لوحة المفاتيح إذن نتعرفوا أولا على لوحة المفاتيح لوحة المفاتيح دينا تكون أولا من لوحة المفاتيح الرئيسية لكي يكون في الحروف والأرقام ورموز أخرى إذن هذه اللوحة الرئيسية كتكون أمامنا هي اللي واخدها مساحة كبيرة في الكلافيير وكيكون فيها واحد شج الحروف اللي فيهم واحد شريطة اللي هما المعلم دينا دينا الانطلاق هالحروف هما F و J وهالحروف F و J كنحطوه فوق منهم سبابة دينا الاندكس ديال ليدليمينيا و ليدليسرية بحيت سبابة ديال ليدليسرية كيكون فوق حرف F والسبابة ديال ليدليمينيا كيكون فوق حرف J بقية الأصابع يعني الوسطى والخنصر والبنصر ديال ليدليسرية كيكون فوق الحروف D S Q و ليدليمينيا كيكون فوق K L M إذن هذا الكلافيير اللي كان نوري لكم دابا هو الكلافيير ديال اللغة الفرنسية و كيمكننا نغيرو اللغة و القواعد كيبقوا نفسها غيروما الحروف كيتغيرو على حسب المفاتيح الاندكس ديال فوق هذه الحروف بحركة كيوالي يمكننا نحرك واحد من الأصابع ديالي الفوق ولا التحت ولا المرات على اليمين لكي نكتب أحد الحروف الاندكس نريد ندرب على لوحة المفاتيح عندي واحدة طريقة في بسمي توف NVIDIA و كيمكني نبلوكي الكلافيير باش نقول لي واخر نبرك على شي حرف ما يوقع تحاجة والبرنامج ينتقلي غير بالحرف إذن باش ندير هالمسألة ندير مفتاح NVDA زائد اي كوميرسيال دونك هدي مفتاح NVDA هو مهم لأنه نستعملو بساف ديال ليراكورسي كلافيير المفاتيح سريع مفتاح NVDA كيمكن إما مفتاح انسر ولا صفر ديال لوحة الأرقام اللي سنشوفوه من بعد إذا كانت لوحة الأرقام غير مشغالة ولا فيغوياج ماجوسكول اللي غنشوفوه تاوه من بعد وهذه ثلاثة المفاتيح كيكتسمو مفتاح NVDA بنسبال فيغوياج ماجوسكول ما كيكونش طريقة افتيرادية يعني بغدفو إنما كنقدون نختاروه في الخصائص ديالبرنامج الآن مثلا أنا عندي فيغوياج ماجوسكول مفتاح NVDA إذن باش نمشي بلوكي الكلافيير فيغوياج ماجوسكول في نجات نمشي الأقصى اليسار ديال لوحة المفاتيح عندي أول زر اللي تحت هو مفتاح CONTROL مفتاح تحكم فوق منه عندي ماجوسكول وفوق منه فيغوياج ماجوسكول فيغوياج ماجوسكول والثالث لذلك المفتاح يكون هو مفتاح NVDA لذلك نبرك على المفتاح كنبقى بارك عليه ونطلع على تاني فوق منه عندي طابولاسيون وفوق من طابولاسيون عندي أوس إثنان على أوس إثنان إلا مشيت اللي من ديالها كالقاح المفتاح إلا بركت عليه دابا مع مفتاح NVDA أعطيني ادرا سيزي اكتيفي ادرا سيزي اكتيفي نقسم الصرعة دي القراءة نعم نديرها مفتاح NVDA غنديره بالإبهام ديالي مثلا والسبابة ديالي غنطلعه الفوق خلقه طابولاسيون فوق من طابولاسيون خلقه أوس إثنان وندي دابا اليمين خلقه ديالي ادرا سيزي اكتيفي ادرا سيزي اكتيفي ادرا سيزي اكتيفي كيف قلت لكم الكلافية ديالي ما كيبقاش كيقوم بالوضائف ديالي إنما فيما كنبرك على شي مفتاح كيقرالي NVDA الدور ديالي داك المفتاح ولا الاسم دياله إذن غاننا نحطي دي في لوحة المفاتيح الرئيسية نقلنا عندي F و جي وما المعلم ديالي منهم كيبقالي نمشي المفاتيح الأخرى مثلا إلا بغيت نكتب G اللي جات على اليمين ديال F كنمشي بسبابة من F فنمبرك على F بسبابة ديالي ديال اليسرى إلا نمشي الدابة تجاه اليمين غلقة J والتالي قسنا ندير التمرين بقى ندير F J بسبابة ديالي ديالي اللي سريع واحد الملاحظة من كنغن ديرها الحركة هذي نحاول ما أمكن نخلي السبع الصغير ديالي فوق حرف Q باش نعود نرجع للوضعية الأصلية ديالي اللي كيكونوا ربع الأصابع فوق F D S Q اللي اللي سريع وربع الأصابع اللي 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 منية فوق J ك L M إذن بنسبة الحرف H إلا بغيت نديره هذا جا اللي سر ديال J هنبكي على الجي ومشي على اللي سر ديال الجي بسبابة عالها H جي 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 عاوتيني هنا نحاول ما أمكن نخلي السبع الصغير ديالي فوق M هذو بنسبة الحروف اللي كيني في الوسط بنسبة الحروف اللي كيني الفوق والتحت عندي مثلا سبابة الفوق كيكتب لي R R والتحت كيكتب لي V Z إذن من كانت طلع الفوق من F كانت طلع الفوق شوية على اللي سر R وكانت جينا بالتحت كاللقاء Z V التحت شوية على المن تقريبين جاو في نفس سطر نسبيا إذن كندير التمرين اللي غندير هو F R F Z F ونخلي ما أمكن صباعي أه صغير يكون قريب من Q إلا حسد واحدة صعوبة كيمكنين نهزل الأصابيع ديالي شوية ولكن حاول نخليهم في الوضعية ديال هاتسطر الوسطاني اللي فيها F D S Q و G K L M لكي دائما نعود نرجع الوضعية الأصلية ومنها نطلق نكتب الحروف الأخرى إذن دائما بالسبابة ديالي للإصرية كيمكنين نكتب حرف T من F كنطلع الفوق شوية علي من كل قد T وبالتالي فسبابة ديالي للإصرية كي يكتب الحروف F R T G و V هدو هما الحروف اللي داخلين في الاختصاص دياله دابة الوسطة ديالي للإصرية كيكون فوق D D إذا تلعته الفوق يلقى E E ويلعب التلتح تلقى C C إذن التمرين اللي غام بخندير هو D, E, D, C, D, E, D, C, D, E, D, C D, E, D, C ودائما نحاول نرجع الوضعية الأصلية في الوسط من سالي الآن بالخنصر كيكون فوق حرف S س إذا تلعته الفوق يلقى Z زين ولتحت يلقى X X س س س س زين س س زين س س كيكون فوق حرف Q إذا تلعته الفوق يلقى A ولتحت يلقى W نكتب Q A Q W Q A Q W س 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 L M إذا تلعت الفوق تلقى حرف U أ إذا تلعت الفوق ولمشيت على اليسار تلقى حرف Y ي في ج يمكننا نتكتب او وي وي أتلتح على اليسار أتلقى حرف انا لدي حرف ب يوجد بين في ون و توجد نفس المسافة بين ليد ليسرية و ليد ليمنية يمكننا نتكتب إما بليد ليسرية سبابات ليسرية أو سبابات ليمنية على حسب لأننا نرتاح في ليد ليمنية و ليد ليسرية إذن نكتبوه باليمين ومن الجي سوف نهبط الى تحت ونبعد شوية على N تجاه اليسار سوف نلقى B ونعود نرجع للجي أو تاني ندير G الآن كل التمرين اللي ندير ندير G أو تاني جي إغريك جي بي باش نولف الحروف اللي كنكتبوه بسبابة ديالي دليمينية إذن بالوسطى عاو تاني عندي K وفوق من K عندي E نو K E K E K E بالخين صار عندي L وفوق منه O نو عاو نكتب L O L O L O بالبين صار عندي M وفوق منه P P M P M P M P الآن هنكتشفو الحروف اللي كانين تحت من G K L M اللي هما ماشي حروف إنما علامة ترقيم إلا هبط سبابة ديالي التحت غلقة فاصلة 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 برغول بالوسطى إلا هبط تحت غلقة فاصلة من قوطة point bourg L Y L P فاصلة إذا أردت على ماجسكول والعلامة مثلاً إذا أردت على ماجسكول ونحصل على علامة استفهم وإذا أردت ماجسكول وفاصلة من قوطة سنحصل على نقطة هذه المسائل تغيرها هذه الماجسكول التي نرى من بعد تغير لنا بعض المفاتيح تغير الحروف التي فيها الآن سنرى الحروف التي لدي فوق من A و Z يعني فوق جزء طورة فوق من السطر الوسطاني سنبدأ بسبعة صغيرة يكون فوق من Q إذا أردت الفوق شوية غلقة A إذا أردت الفوق في تجاه اليسار غلقة واحد بسبعة صغيرة نكتب Q Q واحد Q واحد Q واحد ونفس السبعة الصغيرة كيف يمكن أن نكتب رقم اثنان إنما الآن كنطلع الفوق وشوية تجاه اليمين Q اثناني Q اثناني Q اثناني S ثلاثة بالوسطى نكتب D مع ربعة D أربعة D أربعة D أربعة وبسبابة نكتب F مع خمسة F خمسة F خمسة وكيف يمكن أن نكتب حتى رقم ستة سبابة دياللي تليسرية F F F F F F F الآن بريد الليمينية عندي سبابة فوق G كيف يمكن أن نكتب بي سبعة إلا طلعت الفوق شوية على اليسر J سبعة J سبعة ج سبعة والوسطى كيف يكون فوق K كيف يمكن أن نكتب بي ثمانية تمانية K تمانية K تمانية و L كيف يمشي مع تسعود L تسعة L L تسعة و M مع صفر M صفر M صفر إن هادو المفاتيح الرئيسية الآن غنشوفو مفاتيح ديال تحكم قبل ما نشوفو بعدك نشوفو اسباس مفتاح المسافة هادا كيكون طويل ركبان قدامكم ممكن نكونو كانت تحطو يدينا فوق J K L M و F D S Q كيكون الإبهام ديالنا فوق من هاد المفتاح اللي هو طويل بحيث الإبهام ديال ليمن كيكون فوق الجانب الأيمن ديال مفتاح اسباس والإبهام ديالنا ديال ليد ليسرية كيكون فوق الجانب الأيسر ديالو الآن بالإبهام ديالنا ديال ليد ليسرية إلا دفعناه اللي صر غلقاو واح المفتاح اللي هو Alt-Gauch Alt حدا Alt-Gauch عاوتاني علي يسار ديالها Windows-Gauch Windows و عاوتاني حدا Windows-Gauch Control-Gauch Control إذن هاد بين Windows و Control بعد المرات كيكون في الحواسيب المحمولة واح المفتاح Fn و ماشي بالضرورة كيكون دائما بين Windows و Control كيقدر يكون قبل Control إذن هاد على حسب إنا حاسوب محمول عندكم على حسب المركة ديالو الآن غانوزيدي و غامشي بالسبابة ديالي و غانبرك على Control Control-Gauch فوق من Control كلقا Majuscul-Gauch Majuscul و فوق من Majuscul كلقا NVDA مستاح NVDA اللي هو رغوياج Majuscul و فوق من هاد رغوياج Majuscul كلقا TAB اللي هي التابولاسيون إذن هاد المفاتيح الحقيقة سننديرهم بسبابة صغير ديالي يعني إذا بغان نحاول غانمشي نحطي دي فوق F, D, S, Q وسبابة صغير ديالي اللي فوق Q غانجيبو تحت على الليسر باش نبرك على Control-Gauch Control عاوتاني نجيبو فوق من Control Majuscul-Gauch NVDA TAB هاد السبع صغير كيكون معاقاس شوية في الأول ما كيبغيش ديال حركة كلها ولكن ضرور شوية التمرين باش تقدو ديروا هاد المفاتيح ديالتحكم اللي هي Control Majuscul في روياج Majuscul وطابولاسيون ديروها بسبع صغير إلا ما قديتيوش كيمكن لكم تختارو ديروها بسبابة ماشي مشكل في البداية الآن عندو زول ليدلي منيه عندي الإبهام ديالي فوق اسباس إلا ديتو عاليامين غلقة Control زائد Alt دوا هاد المفتاح اللي كيكون مكتوب فيه Alt جي أغ واللي هو كيجمع Control و Alt يعني إلا بركت على هاد المفتاح اللي عليم من ديال إسباس بحال إلا بركت على Alt و Control في نص لوقت نشوف عاو تاني عليم من ديالو كان لقا Application إلا كان عندي حاسوب ديال المكتب الكلافية ديال برو كيكون بعد المرة ويندوز معودة عليم من كيكون عندي ويندوز عليم من أنا في الحالة ديال حاسوب محمول ما كتكونش نو كان دي أبليكاسيون وحدا أبليكاسيون عاو تاني عليم من كالقا Control دوا نو كانتوا ملاحظوا بإن Control كينا عليم من اللي سر فوق من Control كالقا Majuscules Majuscules ومشي دائمين كيكون لفوق من Control إلا كان حاسوب محمول إنما بما أنا الكلافية عندكم بلوكي كيمكن لكم تقلبوا إليها وكتشوفوا فينك عندكم Majuscules Majuscules droite alors فوق من Majuscules droite كيكون عندي مفتاح Entrée وفوق من Entrée كيكون عندي Retour Arrière Retour Arrière مجموعين بالمرات بربعة بربعة في الحواسيب ديال المكتب وكيتسمو لتوش دو فونكسيون المفاتيح الوظيفية دايور F تدل على فونكسيون وكيكون اسميتهم F1 F2 F3 F4 يعني F1 F2 F3 F4 حتى F12 قلكم فونكسيون هذو المفاتيح الوظيفية كانين 12 من بعد سنكتشفو الوظائف ديالهم من خلال استعمالات إذن إلا خدينا عوتاني الدين ومشينا الأقصى اليمين ديال لوحة المفاتيح كالقاو لوحة الأرقام البافي نوميريك هذة لوحة الأرقام بعض الحواسيب المحمولة ما كتكونش رغميك تكون لدينا لوحة الأرقام كالقاو في الوسط ديال لوحة الأرقام واحد المفتاح في الشريطة كيكون هذا كرقم خمسة كنحط فوق منه الوسطى ويكون سبابة ديالنا فوق رقم 4 والخين صار فوق رقم 6 الآن سبابة ديالنا إلا بطنال تحت قاو 1 إلا طلع عنها فوق قاو 7 الوسط إلا بطنال تحت قاو الجوج إلا طلع عنها فوق قاو 8 الخين صار فوق 6 إلا بطنال تحت قاو 3 وإلا طلع الفوق قاو 9 وفي الصباح الصغير ديالنا كيكون عندنا التحت عندنا انتخي وحلم يفتح لوطوير شوية فوق منه زائد فوق منه ناقي سقاع في أقصى في الأعلى يعني ديال لوحة الأرقام بالنسبة فوق من رقم سعود كي لقاو علامة الدرب يعني هذي علامات الدرب وفوق من رقم 8 كي لقاو علامات القسمة وهذه المفاتيح ندوم وظائف أخرى نشوف إن شاء الله من بعد إذن وعننا فوق من رقم سبعة وحلم يفتح اللي هو مهم اللي هو نميريك إذن هذي نميريك هو اللي كي بدل الوظائف ديال لوحة الأرقام حيث لوحة الأرقام كيمكننا إيما نكتبو بها الأرقام ولا كيمكننا نستعملوها كمفاتيح أخرى آآ غنكتشفوها من بعد خلال استعمالات الآن بالإبهام ديالي إذا هبط في التحت عندي تحت من واحد وجوج واحد المفتاح كيكون طويل شوية هو صفر وحد صفر اللي من كالقى الفاصيلة إذن هذو المفاتيح ديال لوحة الأرقام إذن بين لوحة الأرقام واللوحة الرئيسية اللي فيها الحروف كيكون الأسهم إذن الأسهم كنحطو الوسطى ديالنا فوق السام الأسفل فليش با كيكون سبابة في السام ديال اللي يصر فليش غوش والخين صار في السام دليمين فليش دروات والوسطى كنطلعوه الفوق إذا بغينا نكتبو السام أعلى فليش هذ الأسهم الأسفل الأعلى بعد المرة كيكونوا مجموعين في مساحة صغيرة في بعض الحواسيل محمولة الآن عندنا مفاتيح أخرى ديال كتكون فوق الأسهم بنسبة لكلavية بوروتية ديال بورو كالقاو فوق السام ديال لسر كالقاو سوپريمي إفاسم هذ أفاسم فوق منها كالقاو أو تاني انسر انسر اللي هو مفتاح انفديا كنا قلنا إذا إفاسم بالوسط في ستر ديال إفاسم في الوسط كيكون عنا فوق منها ديبو أو تاني الخنصر كيكون عنا باش سويفان فوق منها باش بريسيدان هال مفاتيح كيمكن تكون مختلفة إلا كان عندكم بسي بورتابل وكيمكن تكتشفوها اني من غات بلوكي وكلافي بحل يقول لكم هاتبقى وتضغطوا على المفاتيح اللي عندكم وتكتشفو كل ما يفتح لشكي يصلح إذن هذه فكرة وجيزة على استعمال ديال لوحة المفاتيح ونقول لكم تركزوا عليها في الأول باش ان شاء الله تكونوا سريعين في الاستعمال وتمكنوا من استعمال حاسوب سهولة